في اليوم الرابع والاربعين من الحرب على غزة لم تتوقف الغارات الاسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر حيث اعلن الجيش الاسرائيلي التوسع في العملية البرية شمالا مع الاستمرار في القصف للمناطق المختلفة من القطاع واكدت مصادر سقوط عدد من الشهداء اثناء القصف الاسرائيلي الذي طال منازل في حي اليرموك فيما ادى القصف الاسرائيلي على مخيم النصيرات وخان يونس الى استشهاد خمسة عشر فلسطينيا كما اشارت مصادر اسرائيلية الى مقتل جنديين اسرائيليين في الاشتباكات الدائرة شماليا القطاع